أزمة العاملين في مبنى التلفزيون المعروف مبنى مسبيرو هذا الموضوع وهذه الأزمة وصلت إلى البرلمان إمبارح الخميس تقدمت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية السيدة فاطمة سليم تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتتكلم عن تجمع العديد من العاملين في المبنى الرئيسي الاتحاد الإزاع والتلفزيون وأكيد حضراتكم تابعتوا وشفتوا التجمعات والهتافات وإرحال يفاشل داخل مبنى التلفزيون احتجاجا على ظروف العمل وكمان تدني مستويات الأجور وتأخر المستحقات المالية المتراكمة منذ عدة سنوات زي ما هنشوف كده في خبر الشروق حزب الإصلاح والتنمية نتقدم بطلب إحاطة حول ما سبيرو المظاهرات دي ما زالت مستمرة وتقريبا ده آخر مكان الحكومة كانت تتخيل يطلع منه أي مظاهرات ليه بقى؟ عارف أنت لما بيحصل أي احتجاجات في البلد أو أي تظاهرات أو الشعب بينزل إيه اللي بيحصل؟ بينزل على طول الكوات والجيش أنا شعف أنتم مستعجلين لي يا جماعة؟ واحدة واحدة كده واحدة واحدة بينزل الجيش يروح يحاوط والشرطة مبنى ما سبيروا ليه لأنه خطير جداً لأنه ما ينفعش حد يتسلل إلى هذا المبنى لأنه ممكن يحدث فوضى في البلاد لو واحد تصرف ودخل وده مش عمله يدخل مبنى التلفزيون المثلي أن كل حاجة هتبقى على الهواء فما بيلك بقى لو كانت الاحتجاجات من داخل المبنى نفسه من الموظفين الذين يعملون داخل هذا المبنى طيب فصعب جداً أن يطلع من هذا المكان أي مظاهرات أو احتجاجات ضد الحكومة وإجراءاتها والمدة خمسة أيام لحد مبنى تعالوا نشوف الفيديو كده ونفتكر مع بعض يلا بينا ارهان ارهان أربك النظام وبقى الإعلام مش عارف يعمل إيه طب يا ترى نطلع نقول الناس دول اللي وقفين دول غلطانين نيجي عليهم بس دول زميلنا وده مبنى مزبيرو وأنا كإعلام عشان أطلع أقول إن الناس المحتاجين دول هم اللي غلطانين فما نفعش أقول على أصحابي كده طيب إيه البديل هل هغلط الحكومة اللي هو أصلا المبنى ده زراع ليها وبيتكلم عنها وبيتكلم عن البلد أم مصطفى باكري ما استحملش المشهد وبدأ يتكلم عنه يوم الثلاث فين في البرلمان يعني مش هو قاعد على القهوة مع أصحابه لا ده دخل البرلمان واتكلم عن المشهد ده وقام موجه تحذير للنظام وحذر النظام من السماح بالتجمعات وطالب النظام بحل الأزمة يلا نسمع الحج مصطفى يعني علاج هذه الأزمة يفترض أن الحكومة تتدخل ولا نترك فرصة لأي تجمعات أخرى البلد مش مستحملة كثير من المشاكل دي بتكون سبب في كوارث حقيقية فأتمنى بالفعل أن مجلس النواب يكون له دور مهم جداً مع الحقوبة في هذا الأمر تتصرف العلوات يا فندم واتأخذ الناس نهاية الخدمة ونشوف وضع التلفزيون باعتبار التلفزيون حلو جداً أنت سمعت الفيديو معي أنا بس بستأذنك حودة معلش نجيب الفيديو ده من أوله لأن الفيديو ده كله في أول جملة بيقولها مصطفى بكري حد يقولي مصطفى بكري طالع يقول للدولة حلو مشكلة ما سبيره هقولك لأ اهدى واسمع معايا أول جملة بيقولها يلا بينا يا حودة يعني علاج هذه الأزمة يفترض أن الحكومة تتدخل ولا نترك فرصة لأي تجمعات أخرى بس ولا نترك فرصة لأي تجمعات هي دي رجالة ولا نترك فرصة لأي تجمعات البلد مش مستحملة خلاص عينينا بيجينا الرمض وعينينا بتدوحس لما نشوف ناس في الشارع بتقول حرية وبتاع الجو ده مش عايزين هيرجع مصطفى بكري يعيرهم لو الشعب نزول لهم ما أنا قلتلكو قلتلكو تصرفوا قبل ما الناس تنزل الشارع خربتوها ليه علينا وعلى دماغنا وقتقعدونا في بيوتنا وتلبسونا البجامات تاني فمصطفى بكري مش خايف عليه كمواطن ده خايف وبيوصل تحذيرات معينة عشان مش عايزين يشوفوا الناس في الشارع بعدها بيوم ظهر مصطفى تاني خير يا درش قالك أنا ببشره إن الأزمة أو جزء منها قريب هيتحل وبطالب بإحياء جهاز مسبيره عشان خاطر هم دريع لمؤخزة البلد ودي عضية أمن قوم اسمع مصطفى تاني في أخبار أنا عندي أخبار إنه صدر التوجهات بحل مثلا مشكلة مكافأة نهاية الخدمة ولكن هل ده هو الحل النهاي نا لسه في علوات وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا لكن الحل الحقيقي واللي أنا بطلبه من الحكومة زي بتقول هيا الوطنية الإعلام 40 مليون جنيه شهرية عشان نخلص على مسألة العلوات ومسألة مش عارفين المتأخرات وغير 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 لكن القضية مش دي بس القضية إذا كنتم اتفقين على إن مسبيره أمن قومي يبقى لازم نحيي هذا الجهاز من جديد عشان يبقى لسان الدولة ويدافع عن الوطن ويدافع لازم نحيي هذا الجهاز من جديد لازم يا جماعة احنا متفقين القضية أمن قومي وأمن يعني إيه بدأ يعمل شغل تنييم للناس عايز ينايم الناس طيب في النهاية اللي بيحصل ده ده نموذج إن مهما كانت قوتك محدش يقدر يتحكم في الشعب شو بقى قوة دي البلد دي كلها لكن محدش يقدر يتحكم في الشعب لو الشعب اتحد ووقف محدش يقدر على الشعب أبدا وإن من غير الناس ما تاخد حقوقها هيفضل الغضب مستمر داخل النفوس مهما طال الزمن علشان الناس نفسها تحس بإيه بمقومات الحياة الحقيقية علشان نفسهم يعيشوا الحلم الصغير ده إن هم يبقوا بس عارفين إيه بنا قدمين أو الله الله كريم